خلينا بنا نروح للنادي الأهلي النادي الأهلي بيستعد لمباراة قوية جدا بكرا إن شاء الله أمام سيراميكا كروباترا في الجولة العاشرة للدولة المنتز الأهلي متصدر برصيد 23 نقطة لكن الحقيقة ده مش كفاية الأهلي دايما بيكون تحت ضغط لازم يفوز بحضراتكو دايما عارفين أن جمهور النادي الأهلي عارف ده كويس نحن لازم نفضل نكسب ونكسب بأداء جيد عشان نقدر نحافظ على الصدارة ومباراة بكرا هي مباراة مش سهلة زي ما كنت بحكي مع حضراتكم اليومين 3 اللي فاتوا هي دي طبيعة كرة القدم في النادي الأهلي بالمناسبة دي طبيعة أي حد بينافس وهو شايل شعار النادي الأهلي ولابس في نلة النادي الأهلي لازم حضرتك كلاعب تستوعب كمية الضغوطات اللي موجودة لأن ده قدر البطل الفريق اللي مش متعود على البطولات ما بيكونش عليه نفس الضغوط دي أبدا بيقولك لما تحب تريح لو أنت بتلعب في أهلي ولا زمالك لما تحب تريح روح يلعب في أندية ليست لها جماهية يعني روح يلعب في M.P روح يلعب في Future روح يلعب في Pyramids روح يلعب في لكن الأندية الجماهرية لأن الأندية الجماهرية خصوصا للنادي الأهلي تحديدا للنادي الأهلي لأنه النادي الأهلي 70-80 مليون أهلاوي في مصر فأنت لما بتمشي في أي حتة عليك ضغط يا كابتن ما كنتش قادر تجري في المطش اللي فات ليه كلكم مش قادرين تجروا ليه في المطش اللي فات الضغط ده مش على اللعيبة بس على اللعيبة وعلى الإدارة وعلى كل كل الناس بتفكر أنها تعمل الصح فاللعيبة لازم تبقى شايفة واخدى بالها من هذه الأمور اللعيبة لازم تبقى عارفة أن الفترة اللي جاية لن يسمح لن يسمح من جمهور النادي الأهلي بأن حد المكسب والخسارة ده بتاع ربنا المكسب والخسارة والتعادل دي بتاعت ربنا ولكن اجتهد واعرق وموت نفسك في الملعب هتلاقي جمهورك بيسقفلك لأن الجمهور ده واعي جدا 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 لكل حاجة وعارف بدليل أن المطش اللي فات كل الناس سقفت للشناوي كل الناس سقفت لعلي معلوم اشمعنا علي معلوم للشناوي يعني لأنهم بذلوا أقصى مجهود بذلوا أقصى مجهود وأتمنى على لعبة النادي الأهلي أن هما في آخر المباراة أيما كانت النتيجة يلموا بعض ويروحوا للجمهور لو واحد هو اللي بيشجعك لازم تروحوله لأن الواحد ده بيمثل 70-80 مليون أهلاوي لأنه في النهاية الفرق الكبير ما بين النادي الأهلي وأي نادي آخر أن جمهور النادي الأهلي دايما في ظهره واثق في لعبته وممكن ينتقدك جدا ولكنه واثق فيك واثق فيك وعارف أن أنت وجهازنا الفني وإدارتنا نقدر نعمل أفضل حاجة كويسة وده دايما اللي حيفضل الفرق بين النادي الأهلي وأي نادي آخر مهما كانت الضغوطات مهما كانت الضغوطات لأنه الضغط ده قدر البطل والأهلي دائما في طريق البطلات فحاجات كتيرة جدا جدا لازم ناخد بالنا منها أنا بتكلم اللاعبين هنا لازم تفكروا لازم تركزوا في مباراة بكرة بشكل بنسبة مية في المية مش هقولك ميتين في المية لأنه غلط أن أنت تبقى ميتين في المية أنا عايزك تركز مية في المية كيف تستطيع أن أنت تبزل أقصى مجهود بكرة إن شاء الله عشان تقدر تكسب عشان جمهورك اللي دائما في ظهرك واللي عمره ما هيسيبك حتى لو بينتقدك بالمناسبة بالعكس